ودايما الستة والطرف المستضعف أول ما تحب يمكن تكون الطرف الأقوى لكن أول ما تحب بتسيب نفسها للرجل وإذا كان هيحسن معاملاتها أو مش هيحسن المعاملة بتاعتها لا أنا مش مفروض بفكر كده أنا كستة المفروض الأول أتعلم ثقافة الاختيار ثقافة الاختيار دي أشوف إزاي ألاقي شريك مناسب لحياتي وأبتدي أفكر وأنا بحب ولكن هرجع لتاني نظرية البنزين والفرامل لو لقيته مش حلو ممكن أهدي لغاية مقف وأبتدي أشوف حد مناسب لي مناسب أحلامي طموحاتي طموحاتي كمرأة يعني عايزة أعمل بيت وعايزة عندي أولاد الولاد دول عايزة أخليهم في حسن حلوة كذا مين اللي حالي طموحي كأنسة وأنا ببتدي من عند الأنسة لأن هي البيت وهي القرار الحقيقي عندها مش عند الراجل بعد كده ممكن يكون القرار الحقيقي بعد تكوين الأسرة بس في الأول الست هي اللي بتأسس البيت يعني توصد إننا إحنا اللي في إدينا الريموت كنترول يعني لما أنا أبقى ببتدي أحب من إحنا حلقة عن الحب يعني أحلى حاجة في الدنيا أن أنا أحب وأتحب وأكتر سعادة الناس تحس بيها سواء راجل أو ست لما يتحب أو يبقى هو حابب الست دي فبيبقى عايش في سعادة رهيبة لكن إحنا مو اضطرين إن إحنا نبقى في إيدينا الريموت كنترول يعني أنا قادر أقول للستات إن لازم تتحكم في مشاعرك يعني ما تجريش مع البحر كده موجة توديكي وموجة تجيبك لأ لازم تبقي فيها ما أنت راحة فيه مجايا حب وقليل من العقل قليل من الحب كثير من الحب قليل من العقل قليل من العقل يعني هي لازم يكون فيه تفكير يعني لازم أصحصح دماغي أنا لازم طلوقتي أقول ما تخلكش أعمى ما تخلكش عمية في العلاقة لازم تشوفه مساءه لازم تشوفه عيوبه لازم تشوفه إيجابياته عمرك ما تشوفه وأنت عمية موسيقى